السلام عليكم مرحبا بكم في درس جديد اليوم سوف نرى صفحة 77 سوف نرى السؤال الأول السؤال الأول يبين التمثيل المبياني تطور قياس درجة حرارة مريض خلال طيلة الأسبوع وحديد درجة حرارة مريض يوم الخميس يوم الخميس درجة حرارة مريض يوم الخميس يوم الخميس إذن هذا هو الخميس إذن الخميس سنقوم بإسقاط مباشرة على المنحنة إذن هنا هذه النقطة سنقوم بإسقاط على درجة الحرارة في الاتجاه إذن هنا لدينا 40.5 إذن درجة حرارة المريض إذن ألف درجة حرارة المريض يوم الخميس هي تحلدنا 40.5 درجة سيسيوس السؤال ب أحدد أعلى درجة وصلتها حرارة المريض خلال الأسبوع إذن هنا سنرى ما هي أعلى درجة إذن أعلى درجة سنقوم بإسقاط المنحنة لدي الدرجة إذن سنرى ما هي أعلى درجة إذن أعلى درجة هي هذه أعلى درجة هي هذه إذن ما هي هي 41 درجة إذن أعلى درجة وصلتها حرارة المريض إذن أعلى أعلى درجة إذن أعلى درجة أعلى درجة وصلتها حرارة المريض هي 41 درجة سؤال جيم أحدد اليوم الذي أصبحت درجة حرارة المريض عادية إذن درجة حرارة المريض عادية يعني ستكون 37 درجة لأنها هي الدرجة الطبيعية الجسم الإنسان إذن سنقلبه على اليوم الذي فيه 37 إذن سنجيه هنا 37 و سنقوم أحد سترنيشان سنرى أش من يوم ثم نقوم بإسقاط إذن اليوم هو يوم الأحد إذن نقوم أصبحت درجة حرارة المريض عادية يوم الأحد يشير التمثيل المبياني إلى مبيعات نوعين من المشروبات خلال أربع سنوات في حال واصلت المبيعات نفس التوجهات في السنوات العشر المقبلة وحدد السنة التي ستتساوى فيها مبيعات مشروب التفاح مع مبيعات مشروب الليمون إذن هنا عدنا واحد الجدول واحد المبيان المشروبات الذي يمثل باللون الأخضر هو مشروب التفاح والذي باللون البرتقالي هو مشروب الليمون إذن السؤال اللي قالوا لنا قال لك إذن هناك نشوفه مثلا سنة 2018 مشروب الليمون المبيعات دياله هو 10 ملايين ومشروب التفاح 40 مليون 2019 2019 إذن المبيعات ديال الليمون تزادت ولت 20 مليون إذن هناك تزاد بعشرة و2020 تزادت تاني بعشرة ولت 30 إذن مبيعات الليمون كل سنة تزاد بعشرة زائد عشرة زائد عشرة زائد عشر ملايين هنا ولت أربعين مليون إذن زائد عشرة بالنسبة لمبيعات ديال مشروب التفاح إذن مشروب التفاح كل سنة كيتزاد ب إذن 2018 عدنا 40 مليون 2019 عدنا 45 مليون إذن التفاح كيتزاد كل سنة بزائد خمس ملايين إذن زائد خمسة وكل سنة زائد خمسة إذن السؤال اللي طارحين علينا هنا يقول لك متى أحدد السنة التي ستتساوى فيها أحدد السنة التي ستتساوى فيها مبيعات مشروب التفاح مع مبيعات مشروب الليمون إذن إمتى غد التساوى إذن لبقينا هكا غدين هناك كل سنة كتزاد إذن 2020 ألفين وواحد وعشرين تفاح تفاح والليمون إذن مشروب الليمون غادي يتزاد بعشرة إذن هنا غا يكون كان في أربعين غادي يولي في خمسين إذن ألفين واثنين وعشرين إذن مشروب الليمون غادي يولي كنا في خمسين مليون ومشروب التفاح غادي تزاد خمسة كان ألفين وثلاتة وعشرين مشروب الليمون غادي تزاد في عشرين غادي يولي ستين مليون ومشروب التفاح غادي يولي خمسة وستين مليون ألفين واربعة وعشرين مشروب الليمون غد زاد فيه عشر ملايين غد تولي سبعين مليون ومشروب تفاح غد زاد فيه خمسة غد توليه هي سبعين مليون إذن في أي سنة إذن غد تساوه إذن سوف تتساوى مبيعات عصير تفاح وعصير مشروب تفاح ومشروب الليمون سنة 2000 إذن ستتساوى المبيعات سنة 2000 وعشرين ميلادية إذن هذا هو الجواب ستتساوى مشروب تمرين رقم ثلاثة إذن هنا عدنا واحد الإكيب ديل القرى هذا الفريق ديل القرى يماركو البيت الاهداف إذن الماتش الليول ماركو فيه جوج ديل الاهداف ماتش تاني ثلاثة الاهداف الماتش تالت واحد ديل الاهداف الماتش الرابع ربع ديل الاهداف والماتش الخامس ماركو فيه جوج ديل الاهداف الماتش الساز خمسة ديل الاهداف والسابع ما ماركو فيه ولو الماتش الثامن جوج ديل الاهداف لعبون الماتش التاسع ماركو فيه جوج ديل الاهداف والماتش العشر ماركو فيه ربع ديل الاهداف إذن هنا يعدنا الماتش وهنا عدنا عدد الاهداف غدن مشيو الاسيلا سؤال 3 3 سيبوطر ان قنسني سي رزلطة دن دي граф مي اللز انتو في این ارور جيو تروف لرور دن شاك غرف إذا ثلاثة المشجعين مثل هذه الأهداف اللي عندنا في الجدول في ميبيانات ولكن كل واحد فيهم دار شي خطأ سنقلبوا عليه إذا سنمشي للميبيان الأول إذا الميبيان الأول عندنا هنا الماتش من صفرتها العشرة إذا اللعب عشرة الماتشات وهنا عدد الأهداف كما نشوف به الماتش الأولين ييضا جوجها للأهداف كما هؤلاء ماتش الأولين يتملف على أهداف الماتش الثانية يتملفkeep ثلاثة في الأهداف الماتش الثالث يتملف في هدف واحد هنا وقوم في هدفوا واحد إذا صحيح إذا نفس الشيء موجودا في الجدولative Всем пока. المش否定 2. 5 6. 6. ставляrey في غير خمسة ديال الاهداف. اذا الخطأ اللي عندي هنا اذا الخطأ اللي عندي هنا هو في الماتش الست. اذا الخطأ اللي اخصت ننصحه الخطأ اللي هنا وهو في الماتش السادس خصت تكون في غير خمسة ديال الاهداف خصت تكون غير هنا اذا هذا خصنا ننصحه. ندزل الثاني. اذا الثاني. عندنا هذا دار مدراج. اذا الماتش الاول في جوج ديال الاهداف. اذا هنا عندنا الماتش الاول في جوج ديال الاهداف. صحيح. الماتش الثاني فيه ثلاثة ديال الاهداف. اذا الماتش الثاني في الجدول فيه ثلاثة ديال الاهداف. اذا صحيح. الماتش الثالث فيه هدف واحد. الماتش الثالث في الجدول فيه هدف واحد. صحيح. الماتش الرابع فيه اربعة ديال الاهداف. اذا الماتش الرابع فيه اربعة ديال الاهداف. الماتش الخامس فيه ثلاثة ديال الاهداف. في الجدول فيه في الماتش الخامس في جوج ديال الاهداف وهنا عدنا في ثلاثة ديال الاهداف اذا هذا هو الخطأ اللي عدنا هنا الخطأ هو خصوه هنا ينقص هادش في محيه تقدو حتى الماتش الخامس في غير جوج ديال الاهداف اذا الماتش الخامس في غير جوج ديال الاهداف اذا هذا هو الخطأ في الماتش الخامس في جوج ديال الاهداف وفي تمتيل ديرين ثلاثة ديال الاهداف هذا المبيان هو الشخص الذي يطريP إذا الماتش الأول لديه أحد الأهداف واحد يطرقه هدف الأول والهدف الثاني الماتش الثاني يكون ثلاثة أهداف Sacy sunt Rotaryсти كسر الماتش الأول كان يطريP لماتش الثالث في هدف واحد مثلا там LipB الماتش الرابع في 4 ديال الاهداف الماتش الخامس في جوج ديال الاهداف الماتش السادس في 5 ديال الاهداف الماتش السابع في 0 هنا لدينا الماتش السابع في 0 هذا هو الخطأ الخاص بها الماتش الثامن في جوج ديال الاهداف الماتش الثامن في جوج ديال الاهداف أربعة دي الأهداف إذن هنا يمكنوا شناء الأخطاء اللي داروا في الميبيان ثلاثة إذن شكرا على مشاهدتكم إذن الصفحة وباقي الدروس سأتلقاهم في الرابط أسفل الفيديو وكذلك دروس اللغة الفرنسية إلى اللقاء